الليلة من الصعب علي تقديم ضيفي لأن ضيفي أحمل له نقاط ضعف كثيرة ونقاط إعجاب مذهلة هو يحمل قلمه وميكروفونه في شنطة سفر جوال سفره عامر بأختام المغادرة لا يتحمله الطغاة أو أعداء الحقيقة ويخشاه الإعلام المكبل بوشم السلطة هو صديق الأثير الثوري وعدو الطغيان أستاذي الإعلامي العملاق حمد أنديل أهلا وسهلا يعني أنا طبعا شغلتنا ولما بيقعد معي أتجي فأقول له ما تتخدوش ما تقلق أجل التلفزيون وبقا عدا أنا واخدة على المكان ومرتاحة بس أنا قدام حضرتك النهاردة لازم أرتجف وأرتعش لا 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 أستاذ حمدي تنتمي إلى يعني فئة قبيلة من الإعلاميين اللي أنا شرفت أني أكون دخلته وهم موجودين وتعلمت معهم حاجات كتيرة حضرتك كنت بالنسبة لنا مرادف يعني ما تقول حمدي أنديل ليه مرادفات حمدي أنديل هو السائر الثوري ضد السلطة ضد الحكومة في عز أيام الاستبداد حمدي أنديل هو المحامي المدافع عن الحق هو الذي لا يخشى في الحق لو ما تلائم الصريح بدركة جارحة المجاهد لأنه يرى أن الساكت على الحق شيطانا آخر وكنت كده طول عمرك ولم تتغير وده أدى لمواقف مصيرية وحياتية ومهنية كثيرة حضرتك لقيت نفسك على المحاك وخدت قرار لا تنازل فأنا عايزة أرجع معاك كده لأهم محطات كان فيهم قرارك أنت خدتوا وأنت حاسس أنت على حق على الرغم أنت ممكن تبقى هتخسر أنك يعني قالوا لك خلاص إذا أعملت كده مش هتطلع على البرنامج تقولهم سلام عليكم وتمشي حكومة وقفت أمامها في لحظات غادرة سبتهم ومشيت ومع ذلك طبعا يمكن فيه ناس شباب كتير ما عرفوش أستاذ حمدي راح فرنسا وعمل كان في اليونسكو في اليونسكو في الأمم المتحدة سنوات طويلة هم يعني استطاعوا أن هم يستفيدوا بخبرته وبثقافته وبعمل قيته في مجال الإعلام والفكر وإحنا خسرناه سنوات لكن لما رجع لنا كان كان بقوله الطيور المهاجرة هل هيك فاكر؟ آه فاكر جدا فاكر جدا ده كان في السبعينات من القرن اللي فات طب وإحنا لغاية النهاردة طيور مهاجرة الإعلامين اللي من أنا قلت إحنا حشرت نفسي في الجملة معاك بحاول يعني بحاول نفس الموقف اللي كان قبل الثورة لما تكون الثورة ما غيرتش شيء فيما تعلق بالحرية فطبعا ده يبقى شيء مؤلم كتير اللي حصل بعد الثورة المجلس العسكري كان سلوك وإزاء الإعلام وإزاء الحريات سلوك غير مشرف بالمرة زي ما كنا بنشوف زمان قبل الثورة اضطهاد ومطاردة للاعلاميين وأصحاب الرأي شفناها أيضا بعد الثورة شفناها من أيام الثورة حتى اللي تعمل مع الصحفين الأجانب وقتها شفنا الاعتقال المدونين زي علاء فتح وميك النبيل شفنا الإحالة إلى النيابة العسكرية زي علاء الأسواني ورين ماجد وإسري فودا شفنا ناس يهددوا وهما يقدموا برامجهم زي دين عبد الرحمن شفنا حد يتقطع عليه الهوى وهو يقدم البرنامج زي معتز مطر شفنا قنوات تشترى عشان تغير سياستها إذا ما كانت سياستها هي الدعوة للثورة شفنا كتير من اضطهاد الإعلاميين وكبت الحريات بعد الثورة كما كنا نراها قبل الثورة ولذلك كما كنا طيور مهاجرة في الماضي يمكن أننا كنت من الطيور المهاجرة في الخارج الآن في الوطن ولكني أحس أني من الطيور المهاجرة داخل الوطن وهذا ما يؤلم أكثر وخصوصا لما تبقى الموهبة والمستقية والوطنية والثورية هي السبب يعني الواحد يبقى مهاجر لأسباب إنما لأسباب أن أنت ما زلت بتدافع عن كلمة الحق وما زلت أنت بتعبر عن فكرة حرية الرأي والحرية التعبير وأن ده الأساس المهنة بتاعتنا اللي إحنا نتمنى أننا نقدر نبارسها أرجع بقى للحظات الحاسمة في تاريخ حمدي أندي كتير يعني كل سنة كان فيها لحظات حاسمة الحقيقة أساس المسألة بسيط جدا يعني بالنسبة لي بسيط وما كانش محتاج لمجهود ولا حتى يمكن محتاج لشرح طويل عريض المسألة الأولى أن الإيمان بمبدأ والتصالح مع النفس مبدأ مؤمن به ظلالة مؤمن به طول حياتي ومتصالح مع النفس ولذلك بتخذ القرار بسهولة ولا أقبل ظلم ولا أقبل ضغط وأعتقد أنه من حقه ومن حق كل من يعمله في المهنة أنه يقولوا رأيهم بحرية لما قابل عقبة إذا ما كانش ممكن تذليل هذه العقبة على طول نمشي بسيط ده من زمان من زمان أوية من زمان من ياما كنت تلميس في سنوي حتى الحقيقة وأنت تلميس كنت برضو ذائف وأنا تلميس في سنوي ده كان أيام الملكية أتذكر أن أنا كتبت في صحيفة محلية أنا كنت عايش في طنطة وقتها والجريدة كان اسمها الإخلاص كما أتذكر كتبت مقال أنتقد في صرف الحكومة مليون جنيه لترميم اليخت الملكي المحروسة وتقفى للجورنال تاني يوم الله هذا من أيام هذا ما كنت تبت سنوي بعد كده دخلت الجامعة دخلت كلية الطب أولا عملت مجلة كلية الطب التي تصرف عليها الكلية والمشرف عليها أستاذ في الكلية ومع ذلك لما اتطبعت المجلة صدرت في نفس اليوم لأنهم قالوا أن احنا تعاملنا مع الأسازة بلهجة شديدة شويتين دخلت التليفزيون المصري سأمر أعرف أنه حاليا كنت دخلت كلية الطب دخلت طب حوالي ثلاث سنين اشتغلت بالصحافة سافرت سوريا اشتغلت في جورنال كان بيصدروا جناح من حزب البعث صدروا الجناح التاني الجناح التاني في الحزب قفل الجورنال بعد عدة شهور الكلام ده زمان قوي تبدو أنت شاب صغير وطالب ابتديت كده ما وعدش بقى الموضوع من البداية برضو يعني لا بالذات كان ده خطي الدائم أننا أي ظلم لا أرتضيه لما احترفت بقى يعني حضرتك ناصري ومن ثورة 52 اللي هي كانت الحلم بالنسبة لشباب مصر وفي نفس الوقت أظن حضرتك برضو وجهت ده في حكم عبد الناصر وجهت إنما الحقيقة مش دعاية أو مش إيمانا بعبد الناصر إنما الحقيقة اللي حصل إنه أول ما اشتغلت في التلفزيون كان سنة ستين اشتغلت سنة واحدة ستين دمع أول يوم ما تفتح التلفزيون قبل ما افتتح أنا كنت باشتغل كمان وبعدين في السنة الثانية على طو سنة واحدة ستين قدمت برنامج يومي كان اسم أقال الصحف كان أول مرة بقى في المحطات التلفزيوني بقى فيه برنامج يستعرض الصحف بعد خامس حلقة كان أشهر وأهم برنامج في التلفزيون أقوى للصحف ده في ثلاث سنوات كان هو أفضل برنامج أنا علي حل في خامس حلقة من البرنامج أوقف البرنامج والحياء ما كنتش عارف ليه سألت قيل لي إنه بسبب أنك جبت خبر عن الرئيس عبد الناصر في نهاية البرنامج وليس في بدايته يعني الخبر حلو بس جاء في نهاية البرنامج مش في بدايته بس الرئيس عبد الناصر انتصر لي في النهاية وكملت لما رحت اشتكيت أعيد البرنامج على الفور أي وبعدين مرحلة بقى التالية دخلنا في السادات لا السادات أنا بعد وفاة جمال عبد الناصر أنا سبت التلفزيون على طول الحياة ووقتها بقى اشتغلت في الجامعة العربية واليونسكو قعدت 25 سنة غايب عن الشاشة لغاية سنة 96 لما 25 سنة غايب عن الشاشة وحضرتك يوم ما رجعت كأنك كنت مبارح مع الناس في المشاهدين يعني ما زال ليك نفس المشاهدة ونفس الباور ونفس القوة ونفس الحضور الطاغي وكله ورجعت حضرتك الناس كلها عارفها الحمد للنديل 25 سنة دي حاليك لما كنت تفرج على التليفزيون كده ما كنتش بتسأل بتقول دي مهنتي دي شغلتي أنا مفروض أكون هنا ما كنتش تبقى متدايق أو حايزين أنا ما عنديش أولا النظر إلى الماضي ما حبش أبص للماضي كتير أبص لقدام أفضل وبعدين ما بندامش على قرار اتخذته أبدا وبالإضافة لذلك ما كنتش بتفرج على التليفزيون على أي حال لما عشت في فرنسا الـ 11 سنة أو 12 اللي عشتهم هناك كان ده في السبعينات كان قبل الاختراع الأمار الصناعية أوه طبعا وما كناش طبعا ما نقدر نشوف تليفزيونات مصر أو المنطقة كلها وإحنا براه كانت بقى مبارك عهد مبارك وارجئ قاعد يقول الطور المهاجرة وعايزين حمد أنديل يرجع لنا وحضرتك عد وكانت عودة قوية يبقى القشة فعلا في إحساسك القشة التي يعني قسمت الظهر البعيد القشة اللي هي يعني عملت الفجوة بينك وبين تليفزيون مصري لا قدمت أنا في التليفزيون مصري برنامج رئيس تحرير كان الكلام من سنة 1998 حوالي أربع خمس سنين الغاز سنة 2003 في 2003 طبعا كان غازو العراء وانا كان لي رأي طبعا مختلف متناقض تمام التناقض مع رأي الحكومة وكل ما كان بيقترب الغازو كل ما كانت النبرة بتعلى لغاية ما جيه وقت ما خلاص قبل الغازو بحوالي أيام يعني ما أمكنش التوافق بيني وبين فأتوقف البرنامج عندها ثم كانت هناك عودة ثانية ثم كانت تليفزيون المصري بعدها لا خلاص بس أنا فاكرة حضرتك كان في حاجة معرفش اليوم ده أنا كنت بتفرج هكذا قلت هذا بيان للناس أو حاجة زي كده حيكفكر الحلقة دي كانت حرق برضو مصرية كان في التليفزيون المصري أيام الانتفاض الفلسطينية على ما أذكر إنما كان في الخمس سنين دول ياليان لقى سبت تليفزيون المصري وقتها وازعت البرنامج رئيس تحرير فيدريم حوالي سنة وبعدين في سنة 2004 روحت دبي وقدمت برنامج ألم رصاص لأول مرة واستمر حوالي الخمس سنين وانتهى لنهاية المعروفة برضو هذا بيان للناس حضرتك النهاية المعروفة كانت بلا تصالح ولا تصافح كانت بلا تصالح ولا تصافح يعني أستاذ حمدي طبعا قصيدة الشعر العظيم أمل دنقل لا تصالح وأستاذ حمدي أنزيل عمل تحريف صغير وقال لا تصافح حضرتك فاكر الحلقة دي لا تصافح كان بمناسبة شيخ الأزهر الله يرحمه الله يرحمه الصافح بريز حضرتك ما بتشعرش أنك أحيانا بتبقى قاسي في النقد وأن ده أو عنيف فأحيانا السلطة لا تحتمل هذا العنف أنت وأنت بتقول ما بتعمل حسابات طبعا الواحد مدرك يعني هو يعني جوانب الجوانب والأبعاد السياسية وغيرها إنما في بعض الأحيان بتبقى المواقف زاعقة إلى حد ومستفزة إلى حد لا يمكن معها إلا أن تعالج على نفس المستوى يعني بقول ما أحس بي يعني أولا واخيرا وإنت بتقوله ما بتبقىش حاسس أن أنت يعني خطيت مرحلة الخطر أو أن أنت في شغلتنا شغلتنا اخترقت السقف الأحمر هي إحنا يجب أن نكون مشغبين بالطبيعة اللي بيعمل بالفكر وبالإبداع بيعمل على التغيير صحيح ويعمل على التغيير يعني معناها يصطدم بالقائم ودي ده عملنا دائما طب أصطدم بالقائم أنا بسأل حضرتك لنفسي أنا يعني كأن أنا بأخذ رأيه قاعدة قدام المعالج النفساني الإعلامي أستاذ الكامير لا نعرفيش علاج نفساني لكن الواحد لما بيسأل نفسه ساعات السؤال هل أكمل علشان رغبتي في التغيير على الرغم أو أني أنا أكشف يكون في عملية كشف عن فساد أو كشف هل أكمل واحتمال 90% أن أنا مش حقدر أكمل لأنه هيقلعوني أو أعمل بعض التوازنات والمؤامات والرئيس التوافوق والتوافوقات بحيث أني أحصل على نسبة 70% من اللي أنا عايز على يا حل مدرسين مختلفتين لا أنا محترف فعلا أقول الرأي في هذا أن يكون الواحد نفسه وكل دايما كل ما يكون الواحد نفسه بيبقى سهل على اتخاذ الموقف والأهم من هذا لما يكون الواحد نفسه الناس بتسددون ولذلك أعملي ما يملي عليه ما يملي عليك ضميرك حضرتك واضح جدا يا حضرتك يا أبيض يا سود بتاخد مواقف ما بتحسبش لحسابات سلطة ولا غير سلطة ولا حتى بتحسب حسابات الناس هتقول إيه يعني بتاخد مواقف يعني حضرتك كنت في حملة أو بأول من انضموا للدكتور البرادعي كرمز من رموز السورة والتغيير وفي مرحلة مبكرة جدا 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 حضرتك كأنك تشرف في المستقبل وكان ليك موقف أن أنت انسحبت وبنبل يعني بفروسية ونبل حتى ما قلتلناش بصراحة إيه القصة يعني محدش الآن يعرف إيه القصة بصراحة إيه بقى لا يعني أنا ما حبش أخذ كتير يعني أنا جاوب على أي سؤال تقولي إنما ما ما بحبش أخذ في موضوع الدكتور البرادعي كتير لأن الدكتور البرادعي أنا لا أزال حتى الآن أعتبر رمز طبعا وجهات كتيرة انقضت عليه انقضات جبان في من يوم مجيه مصر الدكتور البرادعي له إسهام لا ينكر في الثورة وعلي حال اختلفنا إحنا ما اختلفناش خلاف شخصي إحنا اختلفنا حوالين بعض أساليب العمل وبعض المواقف إنما ده مش معناه أننا أنهش في عرضه عشان لا إحنا مش عايزين الحقيقة الحقيقة كان اختلاف حول موقفه من طرد المصريين أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير اللي اضطردوا من الكويت بينه وليلة وجم متأيدين في السلاسل في الطيرات واختلفنا حوالين معالجة هذا الموقف وانسحبت إنما أنا لا أزال على أي حال الدكتور البرادعي خد قرار حكيم بالانسحاب من رأي أنه قرار حكيم رأي أنه قرار حكيم أنا كنت أتمنى أن يكون موجود في الانتخابات الحقيقة ولو أنه ما كنتش حدي له صوتي إنما كنت أتمنى أن يكون موجود في الانتخابات صراحة جميع ما كنتش حدي له صوتي لسبب بسيط أنه الحقيقة لأنه بقرأ أنه ما عندوش العزيمة الكافية ما كانش عنده ويمكن ما عندوش العزيمة الكافية لخوض معركة الانتخابات وأي معركة وخاصة معارك الانتخابات دي لازم أحس في المرشح اللي داخلها أنه عايز ياخد المنصب. مش عايز ياخد المنصب ده فيه جشع ولا فيه نهم ولا فيه. لا عايز ياخد يعني عنده الإرادة الكافية والعزيمة أنه ياخد المنصب ويتولى المهمة اللي بيظن أنه هيخدم فيها الأمة. مين عايز ياخد المنصب في رأيك؟ آه كلهم طبعا 500 وشوية نارضها. لا مين عايز ياخد المنصب عن إيمان في رأي حضرتك يعني أنه عايز يعمل تغيير في هذا البلد ومين عايز ياخد المنصب لأسباب أخرى؟ أنا علي حال من الناس اللي أنا مقتنع من المرشحين اللي أنا مقتنع أنه عندهم العزيمة الكافية والإمكانيات الكافية للتغيير. الدكتور عبد المنع عمد الفتوح وحامدين صباح. بأعتقد أن دول بيمثلوا بالنسبة لي التغيير. التغيير الحقيقي. يعني ما يكون فيه في البلد ثورة. ما قدرش أشوف وجوه كتيرة ممكن أن تمثل الثورة دي. زي ما بشوف هذا في عبد المنع عمد الفتوح وفي حامدين صباح. طبعا ده لان فيه هناك مرشحين تانين مرشحين تانين كويسين. فيه ناس كتير في البلد فيه ناس كتير في البلد ممكن يتولوا هذا المنصب. وفيه ناس أيضا ما كنتش أود أنهم يدخلوا هذه المعركة. حتى يعني تقديرا ليهم. ليه؟ أو مين؟ منصور حسن مثلا يعني. منصور حسن رجل شريف. منصور حسن رجل له قدره. إنما إنما رجل ليس له تاريخ في النضال السياسي. يعني صحيح كان وزير مع السادات سنتين ثلاثة. يعني إيه المؤهلات السياسية اللي أقدمها للشعب لما يكون بقدم هذا الترشيح. يعني الوصول أنه يبقى وزيري مش كفاية. إنه يتعامل في دولة في نظام في دولة في إطار مؤسسي داخل دولة وتعامل وكان ماسك وزارتين وكان تقريبا حيب أنه برئيس جمهوري. ممكن في ناس تنين قعدوا في الوزارة عشر وعشرين سنة بقى أقول بقى لو كان قد إيه سنوات الخدمة يعني ممكن ألاقي ناس تنين كتير. إنما المسألة ليس مسألة سنوات الخدمة. المسألة إنه كان متفرغ تقريبا لأشغاله الخاصة. يعني ما دام لا يعيبه. إنما ما كان شي له موقف كان فيه بينه بينه. بس هو كان مجبارا. يعني في بعض الأحيان كان ممنوعا أنه حتى يظهر في الإعلام أو في الأخبار أو في الصحافة ولا يدلي بأي دلو. يعني هو مبارك كان عمله شبه نفي يعني داخل بالتأكيد كان بينه بين مبارك مصنع الحداد. إنما لم يكن اللي يسمح له بأنه يخرج إلى الصورة. كل من ناضلوا في السياسة عبر الثلاثين سنة الأخيرة كلهم لم يكن مسموحا لهم. إنما في بعضهم اخترقوا هذه الحواجز وقالوا رأيهم بالرغم من كل شيء وجهدوا وناضلوا واعتقلوا يعني وتعرضوا للقمح. من مرشح تاني هل تترى أنه لا يجب أن يترى كل المرشحين العسكريين بلا استثناء بس ده يعني أنا فهم أن إحنا لازم ننتقل إلى المرحلة المصر يحكمها المدني بنظام مدني لكن ده ما يحجرش على بعض الناس إنه ممكن يكون فيه شخص كان عسكري بس كويس من حيث المبدأ يجب عشان من حيث المبدأ نضحي بمثل هؤلاء الناس التي تتكلم عنهم أنا ما فيش أن بعض الناس العسكريين زيهم زي المدنيين فيهم ناس طبعا متميزين عبدالنصر كان عسكري على ما ولنه أخيرا إنما بعد ستين سنة من حكم بيتولى عسكريين وبعد ثورة زي ثورة خمسة عشرين أظن أن تحكم بشخص مدني وليس هذا انتقاصا بأي شكل من العسكريين العسكريين دول إخواتنا وأباءنا وأبنائنا واللحم ومصر يعني عبر المعارك الماضية كلها فكرة الرئيس التوافقي حضرتك أطلقت عليها الرئيس التواطقي وهي لم تنجح لأنه يعني محاولة الإتيان برئيس التوافقي دون انتخاب مباشر من الشعب يعني الشعب رفضها بشكل واضح لكن هل يمكن أن يصبح الرئيس التوافقي يأتي عن طريق الانتخابات أو عن طريق الصفقات كما يقال هل انتخابات مهددة هل انتخابات الرئاسية دي مهددة الانتخابات الرئاسية مهددة أولا باللجنة الرئاسية للانتخابات ومهددة أولا طبعا بالإعلان الدستوري الذي وضع الأنشاء هذه اللجنة اللجنة الرئاسية للانتخابات أنا غير مطمئن على الإطلاق إلى أن هذه اللجنة تجري انتخابات سليمة في الوقت الذي رئيسها عين بواسطة مبارك في سنة 2009 في الوقت الذي فيها عضو زي المستشار عبد المعز الذي ارتكب كما يقال على حل غاية النهاردة يدوره غامض جدا إنما مريب فيما يتعلق بالإفراج عن المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي اللجنة الرئاسية بيحكم عملها المادة 28 بتقول أن أحكمها وقراراتها لا تقبل الطعن هذه قرارات إدارية أولا وأخيرا اللجنة الرئاسية هذه جهة إدارية بتتخذ إجراء إداري لازم يكون مقبول في الطعن وشيء مخالف للدستور تماما أن تحرميني من حقي في اللجوء إلى القانون لأطعن فيما لا أراه سليما فلذلك أنا متوجس كتير من إجراء الانتخابات في ظل هذه اللجنة وأعتقد أن كتير من المرشحين الرئاسيين عدد منهم على الأقل عمر موسى قال وعبد المن عبد الفتوح قال وغيرهم قال أنهم مش مستريحين أبدا لعمل هذه اللجنة إذا كانوا صحيح مش مستريحين مش مستريحين ينضموا جميعا ويعلنوا موقف جماعي يقولوا أننا سنقاطع يتخذوا إجراء أكثر قوة من مجرد التصريحات التي في النهاية تصريحات بهتة إلى حد كبير هذه المعضلة أستاذ حمدي أنه ممكن يكون رأيهم وقالوا وعبروا عن رأيهم ورأي في جانب كبير من الصحة لكن ما فيش إحنا بنتكلم لكن ما بناخدش فعل ما بنقومش بفعل وهيك قلت يكتمعوا ويقطعوا هل وارد النهاردة الناس تكتمع على حاجة ده كل واحد يتمنى أن التاني قطع عشان هو يفضل يعني في تجربة الانتخابات بعض المرشحين قطعوا لما حصلت أحداث مجلس الوزراء أو مصفى ومحمود بعض الشبان والنشطين اللي كانوا مرشحين نفسهم قطعوا الانتخابات لكن الناس التانية كملت ولا كأن في حاجة بتحصل في البلد فاللي كمل بيفوز صحيح سواء بقى يستحق أو ما يستحق اللي بيكمل بيفوز صحيح فإحنا النهاردة اللي وإحنا بنطلب منه هو النخبة القوى السياسية والنخبة الثورية حصل فيها تفتت وتجردم من بعد الثورة وحتى الآن مئة إطلاف ثوري مئة حزب النخبة الليبرالية التي يطلق عليها الليبرالية لم تتجمع في كتلة واحدة وتفتتت والنهاردة بنشوف المرشحين الليبراليين اللي على الساحة إنهم كتير جداً ومن مشارب يعني يمكن الليبراليين تحت عبقات الليبراليين بس من مشارب يعني اختلافات بسيطة جداً لكن عدد كبير جداً منهم هيفتتوا الأصوات وتفتيت الأصوات ده حييجي لمصلحة شخص معين صحيح إزاي إحنا نتخطط ده إزاي نخلي الناس تتفق على قلب رجل واحد إزاي إزاي نرجع ده والله شوفي يعني يمكن ده مش مطلوب بالضبط زي ما تقولي كده يمكن مش مطلوب بالضبط يعني أنا أنا فاكر قبل الثورة لما تعملت الجمعية الوطنية للتغيير اتعملت الجمعية الوطنية للتغيير كان فيها الإخوة المسلمين كان فيها الاشتراكيين كان فيها الشيوعيين كان فيها كل يوميها قلنا أو أيامها قلنا أيامها قلنا نتفق على السبع مطالب المعروفة اللي الناس صواطت عليهم بالأكتر من مليون نجمع على المطالب دي في الوقت الحالي لغاية أما نقدر نعمل تغيير في الحكم وبعدها نختلف وقتها من صحيح أنا كنت شيوعي والتاني كان إخوان مسلمين إنه اتحدنا كلنا في ذلك الوقت حول هدف معين تغيير النظام وبعد تغيير النظام كل واحد يدعو إلى معتقداته بعد تغيير النظام من المفترض أننا بنقيم نظام جديد من حق كل واحد مننا أنه يدعو إلى ما يعتقد أنه الأصوب فالاختلاف ده شيء طبيعي جدا طبعا الملاحظة أنه تفتت اللي أنت بتولي عليه وده حقيقة برضو حصل تفتت كبير الشباب عندهم فوق 200 اتلاف الأحزاب مش عارف كم مش عارف عددهم والله حتى بالنسبة المرشح الرئاسة وبالنسبة المرشح الرئاسيين وده شيء يعني قلت حمدين صباحي ومسعد من عمبول الفتوح الاتنين لماذا يمع ملوش كتلة واحدة محتمل نحن في الوقت الحالي نعود في لجنة المائة لجنة المائة كيفين انهم بيمطلوا الثورة بحيث يتنازل حد منهم للتاني ويعملوا مجموعة رئاسية يعملوا مؤسسة رئاسية واحد منهم الرئيس والباقي ما يجدرش حاجة يعني واحد رئيس اتنين نواب رئيس وزراء يعني يعملوا مجموعة وارد 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 وأعتقد انه سيبقى فيه اخبار جديدة الجمعة القادم واذا لم يكن يوم الجمعة القادم حيكون فأت وريب جدا ان شاء الله حنشوف مجموعة رئاسية حنشوف مجموعة رئاسية فيها حد من المرشحين رئيسا حد تاني نائبا يمكن سيدة نائبة اخرى مستشارين مساعدين مؤسسة رئاسية تدعو لاهداف الثورة يبقى شيء رائع انه يبقى فيه كتلة الناس فهم المؤسسة دي عايزة تعمل مصر نرجو نعتبر انه خبر نرجو انه يتحقق وان لم يكن استاذنا الكبير الاعلامي حدد بالزبط الاشخاص بس اعتقد ان احنا قدرنا نفهم مين يعني من اتجاهات الحديث وحنرجع لكم بعد الفصل لاني عندي اسئلة كتيرة او الاستاذ حمدي على اللي بيحصل دلوقتي ترجوه نعم موسيقى